موسيقى 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 رح أتكلم اليوم عن الصلاة الربانية هذه الصلاة موجودة في بشارة لوقة وبشارة متة في الإنجيل المقدس بحسب ما قال لوقة في إنجيله المبارك جاءت بصيغة طلب من التلاميذ بعد ما شافوا المسيح بصلي إلى الآب لأن المسيح ومثالنا في الصلاة جاءوا ليسوع وقال له يا سيد علمنا أن نصلي كما علم يحنى المعمدان تلاميذ فعلمهم الصلاة لكن في إنجيل متة نفس الصلاة الربانية جاءت في صياق الحديث في الصلاة الربانية بعلمنا يها كان موذج للصلاة جاءت بعد تحذير المسيح من الرياء والكبرياء الديني طبعا بالمقارنة مع صلاة الأمم الصلاة صلاة المنافقين والمرائين صلاة عبارة عن تمتمت كلمات وترديد كلمات تفتقر إلى القوة وإلى الإحساس العميق الداخلي صلوات اليهود صلوات مكتوبة في مواعيد معينة كان بيصلوها وعادة كان بيبتدي بالصلاة بيردد الصلاة وبعدين يمكن بينهيها من النص أو بتمتم الكلمات بسرعة هائلة حتى يتمم الواجب الديني لكن المسيح عنده نظرة أعمق في هذا الموضوع بعلمنا الصلاة الربانية لأننا رعاية وأبناء الملكوت والأبناء هم اللي اختبروا الولاد الحقيقي الولادي من فوق مكتوب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه يا أولادي انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله لأننا أصبحنا أولاد الرب فنحن نأتي كأبناء وكبنات من صل إلى أبانا السماوي وهذا طبعا تعبير جميل أوضحه الرب يسوع وأعلن عن قلب الآب المحب اشتركوا في القناة